بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم مشاهدين الأكارم مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صادق الأمم الذي يأتيكم لذكرى الأيام الصادقية الشريفة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه صلوات الله وسلامه إمام الكلمة الحرة ورائد المعرفة والغائص في بحر العلوم والدقائق من اللطائف والإشارات الذي يحمل الفكر الذي من أجله خلق الله تعالى الإنسان ليحيا كإنسان يعمر الأرض وينشر الكلمة الطيبة ولواء السلام في أرجاء المعمورة ويسرنا كثيرا أن نستضيف شخصية عزيزة باحثة في شخصية الإمام المتعددة الجوانب ألا وهو الباحث الإسلامي الأستاذ محمد البخاري فأهلا وسهلا بكم حياكم الله أستاذ منتظر وحيا الله جميع مشاهدي قناة الإمام الحسين أحسن جزاكم الله خير جزاكم أستاذنا الكريم شخصية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كإمام للإنسانية وكرمز لذلك الخليفة الذي أودعت فيه أسرار خلافة الأرض ومن أجله كان محور خليقة هذا الكون أن يجد الإنسان أرضا يعمرها وأن يكون مصداقا لتلك الحكمة الإلهية ولذلك مركزية الكون حقيقة أن يكون هذا الإنسان هو الذي يدل الناس على وجود الخالق نحن نعيش في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي كثيرا ما تشضت فيها الأفهام وتباينت فيها الأذواق والمشارب حتى أصبحنا نسمع عن لغة عصرنة المفاهيم أحسنت عن لغة استحداث القالب الفكري والحسي بما يقرب الفكرة إلى المتلقي سيما المتلقي الإسلامي أو غير الإسلامي نحن نعيش الآن أصبح العالم في قرية صغيرة بفعل التقدم التقني والتكنولوجي نريد أن نقف من أين نقرأ وجود الإمام الصادق كواحد من أولئك الذين استخلفهم الله تعالى في قطبية وجوده في الأرض كدلالة على وجود الخالق ومؤشر على وجود المخلوق وما الحكمة في وجودهما وكيفية تسيير الأمور لفهم الحكمة الإلهية من وجود هذا الإنسان أحسنت منطلاقة موفقة في سؤال موفق وحساس جدا اليوم له وقع كبير على مستوى كبير من شريحة المثقفين بالذات عزيزي أستاذ مرتضى ومتداولة بعيدا عن حقيقة المرادات الصادقية لفهم مركزية الإنسان في التقافة الإنسانية ومركزية محمد وآل محمد صلى الله عليه في بسيطتنا وكرتنا الأرضية وهذه قراءة بسيطة أهل البيت ربما يخاطبون العقول المتدرجة فيعتبرون من يفكر بمركزية محمد وآل محمد صلى الله عليه على حساب ما تبطحه الفلسفة الغربية المعاصرة على أن الإنسان بصورة عامة هو مركز الوجود وهذه قراءة خاطئة وغير مقبولة لا دينيا وغير مقبولة من صاحب هذه المناسبة لإمام الصادق عليه السلام لأسباب سأريدها إن شاء الله ولكن السؤال حساس جدا حتى لسبب معين السيد مرتضى الخطوة الأولى عندما توضع في الطريق الخاطئ مهما تسارعت الخطوات ربما يهيئ لصاحب هذه الخطوات أنه يسير بالاتجاه الصحيح ربما فهو يسير باتجاه خاطئ عكساً لاتجاه السليم ولا يزيده السرعة إلا بعداً عن الهدف الصحيح أو عن مفهوم الحق والحقيقة التي يبحث عنها الإنسان بصورة تكون مجانبة للحقيقة أحسنتم المركزية هناك مركزية ثابتة واحدة اليوم في الوجود إذا قرأنا على مستوى الفكر الإنساني مقابل ما تطلحه الفلسفات الحديثة وحتى القديمة التي ركزت على الإنسان فقط كإنسان كمحور لحركة الحياة وفهم الحياة هذه القراءة مبتسرة لماذا؟ لأن اليوم نفس الفلسفة تقتل نفسها بنفسها الفلسفة الغربية اليوم أضحت أنه تمزق أشلاء الأخلاق بل تقتل شيء اسمه الأخلاق وعندما تقتل الأخلاق ينعدم الأمن الذاتي للإنسان وليس فقط المجتمع هذه النقطة الأولى ذلك نجد في قراءات هيئة المتحدة وغيرها عندما نقارن بالمنتج الحضاري لإمام الصادق مع شيعته ومحبيه في هذه المفارقة نجد أن نسبة الانتحار اليوم لا تقل في النسب التي تطع حيات المتحدة عن مليون منتحر هذا الاستقرار يصلهم طبما لما يصلهم أكثر ولكن المفارقة في هذا الرقام على أنه 90% من هذه النسبة هي في أوروبا صاحبة نتاجات التي تدعو إلى مركزية الإنسان وفق متبنيات وهي تمجد بفلسفتها الحديث والمعاصر تمجد بفلسفة أحسنت بينما أتباع الإمام الصادق اليوم اللي هي إمام الطولين حضاريا ظاهرا مزين لأن الحضارة تقرأ بعدة اتجاهات لا أقرأ باتجاه التكنولوجي فقط هو هذا قد نقف عند كيف تقرأ الحضارة أحسنت فأصحاب لي لا توجد بهم هذه النسبة الكبيرة من الانتحارات فإذن هناك تشخيص لمعنى الأمن الذاتي تزرعه الفكرة والمعتقد في داخل بذرة الفكرة فعندما أعتقد بفكرة فيلسوف أو أي فيلسوف كانت في مفاهيم للعقل وغيرها سأستلب نفسيا وأخلاقيا وفكريا وسلوكيا من حيث لا أشعر بهذا الاتجاه بينما إذا أؤمن بمشروع الإمام الصادق عليه السلام وهو مشروع حضاري رائع جدا على عدة مستويات حتى يخص كرامة الإنسان وتميز الإنسان مع تفوق طبعا أهل البيصل وعط الله عليهم في هذه النقطة التي ربما خدع بها العقل الإسلامي على أن الإنسان هو المركز هذه من القراءات السادجة أصلا لماذا؟ لأن اليوم العلم بياننا على أن الكرة الأرضية هي عبارة عن ذرة بالكون ذرة التي نرى مقابل ما نراها اليوم من مجرات والسدوم وثقوب سوداء وما بعدها الآن غير مكتشف نحن ذرة فأين مركزيتنا؟ المركزية تكون لمن يكون له هيمنة على الكون وعلى قوانين الكون والقرآن يثبت هيمنة محمد وآل محمد ومنهم صاحب هذه المناسبة على تلك القوانين وبالأدلة الوجدانية ليس فقط النظرية على أن محمد وآل محمد هم مركز الوجود فيجب أن نلتج جميعنا بكل أفكارنا ومراداتنا وآحاسيسنا وقراءاتنا وآمارنا إلى هذه المدرسة ليس فقط من باب الديانات الإسلامية وغير الإسلامية بل حتى الملحد يحتاج محمد وآل محمد بعدة اتجاهات فالمركزية التي أريد أن نشخصها هي لصاحب هذه المناسبة طيب هذه الإمام الصادق صلوات الله أحسنتم أشرتم إلى أنه حتى العقل الإسلامي القديم يعني في القرون الأولى الثلاثة ربما الذين أيضا واكبوا الإمام الصادق عليه السلام وما بعده خدعوا بهذه المسألة مركزية الإنسان مركزيته في الكون هذا التأثر مما كيف جاءت هذه الخديعة لذلك العقل الإسلامي في تلك الفترة المبكرة الخديعة جاءت بإطارين السادة علي الإطار الأول ما كانت أكون ضوج فكري داخل البيت الإسلامي والدولة الأموية نعم ربما في نهاية الدولة الأموية بدأت تدخل أوليات الفلسفة نعم الدولة العباسية أدخلت هذه الثقافة الجديدة ثقافة العقل وهيمنة العقل على المعارف الأول خلينا نقول التيار الأول التيار الأموي كان تيار سلطة وسياسي نعم فكان يعتبر وجود الإمام الصادق صلى الله عليه كرمز لقيادة الإنسان وقيادة المجتمع الإنساني يمثل خطر على السياسة وعلى طموحات الملكية وملذات البشرية هذه كنزعة سياسية كنزعة سياسية فحوربوا وأريد لهم أن يبتعدوا عن هذه القيادة وعن رؤية الناس لمركزية هذه القيادة فأعطوا البديل من الفقهاء الذين كانوا يستجدون الأموال على قصور الملوك هذه المحاولات السلطوية في خلق الضد النوعي أحسنت هذا الضد النوع ليس له مقومات الآن قراءة هذا الضد النوعي قراءته عند الناس تختلف نعم فيبدو هناك قصور في ذهن المجتمع آنذاك وإلا كيف يساوي بين الإمام الصادق ومن هم ربما لا يصنوا إلى مرحلة التلمذ عنده في جامعته بهذا القياس السلطوي يعني جي لبتني هسا ساذ مرتضى للنقطة مهمة هي اليوم أيضا تمثل إشكالية حقيقة في البحث عن رحمة الله كيف يكون الله عادل مع من لم يستوعب الدليل كلك مش هلكوناس لم يستوعب الدليل هو عقل بسيط هذه المدارك بضبط فكيف ينص الإمام الصادق ومدرسة الإمام الصادق هي مدرسة الرحمة الإلهية على أن هؤلاء مبعدون من الرحمة الإلهية ومصيرهم سيء المسألة معقدة ما أتأقيدها فهي من السهل الممتنع السهل الممتنع اللي لازم أفهم المشاهد الحبيب نعم أنه ممكن يفهم أكبر عقل وأقل عقل فيما إذا تدبر يحتاج تدبر بسيط لذلك نجد معرفيات التدبر هي معرفيات مهمة جداً لها أصل في القرآن وأكد عليها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وصاحب هذه المنسبة الإمام الصادق عندما رووا أن تدبر ساعة خير من عبادة عام نعم صيام نهاره وقيام نهاره أنا قضيش الأستاذ مرتضى يتشضى بنا الحديث نعم يفتح لنا آفاق نعم في معرفة مركزية أهل البيت من دون هذا التدبر لا سنعتبر أهل البيت قادة مميزون في مفهم العصمة ربما حتى لا نفهم معنى العصمة نعم وأنا أجد وهذا اعتقاد حقيقي بحق أهل البيت نتمنى أن نكون من العقول الراقية التي يفتخر بها الإمام الصادق عليه السلام ولطالما أكد على قضية أنه يفتخر بتلامذته وشيعته أحسنتم فهذا الافتخار هو هنا السبب أنه يريد للموالي والشيعي المحب للإمام الصادق عليه السلام أن يكون بمستوى أهلية وخطورة هذا المعتقد في بناء الأصلاحي على مستوى زمني متقادم لا يصور أنه الإمام الصادق عندما تكلم بأمور توجيهية كانت على مستوى العقائدية أو العلمية أو الأخلاقية أو الاجتماعي تكلم في المحور الزمني أو المقطع الزمني اللي عاش له نعم ممكن أن تمتد رحلة الإنسانية قبل ظهور الإمام الحج ممكن نحن يصير ربما الأغلب ينظر على أن هذه الأرهاصات قريبة من الإمام الحج نعم ولكن هناك روايات أخرى تنفي هذه الاحتمالات ويقولك ربما تحدث كل العلامات ولا يخرج الإمام وربما لا تحدث ويخرج الإمام فهذا سر من أسر الله فممكن الإرهاصات أيضا أستاذنا الإرهاصات أيضا في كل عصر تتجدد وكل عصر يرى نفسه قريبا من عصر الضرب بالضبط فممكن أنا قصدي أنه ما أطلقه الإمام الصادق من حكم نعم بنائية للمجتمع الإنساني فردا ومجتمعا وعلى مستوى حضاري ممكن أن يتقدم بنا آلاف سنين بعد يلا عديني يطلع الإمام المهدي أنا أنظر إلى صلاحية النص الصادقي وكيف يطوي الزمن بكل يعني أدواته أو بكل حيثياته المستقبلية ويكون صالحا هنا يجب أن نتوقف العقل الإنسان اليوم كل يوم الوضعي يغير قوانينه لأن وراء سنة تتغير حيثيات الموضوع تتغير حركة الإنسان احتياجات الإنسان فكيف يعطينا الإمام الصادق عليه السلام نصا صالح لكل العصور هنا يجب أن نتوقف أيضا الإشارة والانطلاق من هذه المناسبة يعني عندما أستحضر ولادة الإمام أو شهادة الإمام صلى الله عليه يجب أن تكون محطة استزادة حقيقية ليس ترفية مجرد نذكر شهادة وفاته وبعض الأمور التي خاصة به ونعبر هذه المناسبة دون أن نغرف حقيقة تضيف لنا معلومة كبيرة سنحاسب عليها يوم القيامة وستكون هي المحور الأساسي لارتفاع مقامنا ودرجاتنا في جنان الدهل أكيد أحسنتم يعني أخلص من كلامكم أستاذنا الفاضل أنه في قراءة النص الصادقي يعني الإمام الصادق عليه السلام في ذلك الوقت أكيد كان الهاجس موجود أنه سيأتي زمان ونحن نعيشه الآن هناك خلل في قراءة النص هذا الخلل طبعا إلا مقدمات معالجة هذا الخلل في قراءة النص مع هذا الكم المتراكم من النصوص التي جاءت بغطاء مقدس زائف دعني أقول هناك ركام كبير من النصوص المقدسة زيفا ووسط هذه التجاذبات العصرية ووسط المفرد الماكر التي تلعب كما تشاء والعائمة حقيقة في مجتمعنا وأرثنا كيف ستتحدد مكام قراءة النص الصادقي شوف أستاذ مرتضى أنا عندما اليوم نتكلم نتكلم كأصدقاء بدءا متحاورين حتى لو اختلفنا في بعض الآرات أكيد وحتى المتلقى أيضا يشاركنا ما نختلف به ونحن نعن نلزم كل الأطراف من باب قدح الذهن أنا كنت أيضا نفس رأيك بالضبط كنت أتهم كثير من أحالي سهل البيت على أنها غير صالحة وربما مخالفة للنص القرآني وكثير من الاتهامات التي كنت أراها في ذهني أنها معرفية لكن فوجئت عندما قرأت باستقراء جيد صادقي للإمام الصادق عليه السلام كيفية التعامل مع أحاديثهم أولا وبدءا لم يقبلوا منها من باب التأدب أن نرمي أحاديثهم كائنا من كانت بالزيف والوضع نعم إذن يجب أن توقف هنا من باب الأدب على موجود نص باب التسليم ومجرد واحد يكتب بنت تسليم في أحاديث البيت راح يطلع لكم هائل من الأحاديث وخاصة الإمام الصادق صاحب هذه المناسبة وهو نوع من البناء المعرفي الأخلاق ما بين الشيع وإمامه أحد الروايات كان أصحاب الإمام الصادق المقربين قالوا يا ابن رسول الله هناك رجل اسمه كليب ما روينا له عنكم رواية إلا قال له لنا أسلمت ما يناقش نعم يقول أنا مؤمن بها صادقة هذه الصحية يقول لك أنا ما أطول من الإمام خرص صادقة يقول فمرت مساب السائل للإمام يعني وقت قال له لا توفيك كليب قال رحم الله كليب تسليم يجب أن من نقرأ كلام الإمام لكلام الإمام هندسة لا يمكن للعقول البسيطة استيعابه بدقة متناهية يعطي الإمام الكلمة رحم الله وهي رحمة من 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 هو رحمة للعالمين لأن كما أجدهم رسول الرحمة للعالم هم الرحمة للعالمين ودعائه متحقق أحسن ولم ينس أن ينس بالصفة له كليب تسليم ما قال رحم الله كليب فقط واكتفى أشار لتلك المفردة لتلك المفردة فأدبنا أهل البيت على أن على الشيعي أن لا يتسرع بإسقاط رواياتهم لماذا؟ لأن أنا ممن وقعت خلطي المثال للمتلقي الحبيب حتى عندما يقرأ الموروث الصادق وهو موروث ضخم جدا يعرف كيف يتعامل معه وسأطي السبب لماذا؟ أستاذ مرتضى أنا شنت من النوع اللي في جلساتي في سجال مع الفكر السلفي نعم الفكر السلفي به يعني في مطاوي حديثة كثير من التغرات فمن ضمن الأمور اللي كنت أنقض عليهم روايتهم الاستشفاء ببول البعير نعم موجودة على نعم مستهجنة أو كذا إلى أن قرأتها في رواية على الإمام الصادق على أنه البول البعير واستشفاء به أنا كنت حبيس حقيقة تلك الرؤى التي تستعجل في رد الحديث ولكن بعدما طلعت أن الإمام الصادق ما يمنع الموالي أنه يتسرع ويسم الحديث بالوضع توقفت من باب الأدب إذن كان التأسيس لقضية معينة توقفت من باب الأدب هنا بيت القصيد اللي أريد أشيره إلى الشيعي حتى يفيدوا منه عندما نتأدب مع أهل البيت أهل البيت هم الذين يقودونك إلى دلالة معرفة الحق من الباطل وهذا ما سنراه إن شاء الله في مفردة اللاحقة ولكن بعد الفاصل أستاذنا الكريم مشاهدين الأكارم نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونعود مجددا اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية وأهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الحلقة من برنامج صادق الأمم الذي يأتيكم لذكرى الأيام الصادقية الشريفة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه صلوات الله وأعود إلى ضيفنا العزيز الباحث الإسلامي الأستاذ محمد البخاري حياكم الله قبل الفاصل قد أشرتم إلى أنه مفردة التأدب مع موروث الإمام الصادق عليه السلام وموروث أهل البيت عموما المعصومين وذلك حقيقة لو جاءنا السؤال لماذا هذا تأكدنا الإمام على قضية التسليم وعدم التسر وفي قبول الرواية أحسنتم أحسنتم خل أكمل المتلقي الشاهد حتى نلجأ أنا في تحليل نفسي الإمام هو طبيبنا النفسي طبيب تكويننا البشر بصورة عامة هم أطباء البشر فعندما يعطونا قاعدة هم أعلم بطريقة استشفاء الشخصية الإنسانية بهذه القاعدة ولكن في قراءتي للاستشفاء ببول البعير توقفت وطلبت من الإمام العون هذا الأدب اللي يريدو أهل البيت ما تجي تعتمد على أقلك بس أقلك قاصر حتى وإن كنت أعلم العلماء نعم لأن هناك روايات لمفاهيم وقنوات العلم عند أهل البيت غير البعد الكسبي اللي نحن نبحث في المدونات أو في الإنترنيات اليوم الإمام الصادق عليه السلام يقول ليس العلم في السماء فينزل إليكم ولا في الأرض فيخرج إليكم تخلقوا بأخلاق الروحانيين يكون عندكم نعم ليس العلم بالتعلم في رواي أخرى لإمام الصادق صلى الله عليه يقول إنما هو نور يقضفه الله في قلب من يشاء من عباده هذه الإشاءة إلها أيضا أرضية أرضية بالضبط الأرضية شنو التسليم عندما نسلم سنلمس لطفة أهل البيت كيف يدلون على المعاني التي نستنكرها بدءاً قاعد يعني حقيقة أوكلت الأمر إلى الإمام صلى الله عليه قلت له دلني الطريق من رسول الله هذه قروبات مشارك بيها السادة المعتضى وإذا أحد القروبات كيف وقع يدي من مئات الفيديوهات التي أهملها وأمسحها في تحته وإذا التحليل استرالي مختبر استرالي يعني أكو إبل هناك باسترالي على كم كبير لقوا أنه بول البعير يحمل كثير من المركبات الكيميائية التي تعالج السلطان سبحان الله لقيت تقرير لأخ غربي ولقيت تقرير عربي كلها طبيات ثلاث تقارير على ما يحويه بول البعير من أدوات ومركبات للشفاء فاستهجاننا أو استنكار ذوقياتنا لبعض الأحاديث وبعض الكلمات فلنركنها جانبا هو حديث الإمام الصادق دين الله لا يقاس بالعقول بالعقول الناقص على الآراء الفاسدة إنما يصابوا بالتسليم فسلموا لنا تسلموا أحسنتم فنحن مع هذه المناسبة مع حبيبنا الإمام الصادق اللي هو فلنقول البدر اللامع في كسرة الأحاديث هم كلهم لامعون ولكن المرحلة السياسية تعدد الأدوار كانت ضر إلا بهذا الشكل سمحت الإمام الصادق أن يعطي جزء بسيط من علوم محمد وآدي محمد حتى هذه العلوم هي جزء بسيط حقيقة فنستغل كيفية التعاطي مع صاحب هذه المناسبة وكيفية إعادة قراءتنا للأحاديث الصادقية طيب أنا ربما أقاطعك في هذه المفردة أستاذنا الفاضل أعود بك إلى مفردة ذكرتها في النصف الأول من هذه حلقة وهي قضية المرجعية القرآنية لهيمنة الإمام الصادق ومن قبله آبائه الكرام على هذا الكون هل ترفدون المشاهد الكريم بهذه الشواهد الوجدانية القرآنية لهذه المرجعية الصادقية أستاذ مرسل شوف نحن في الجو العام العقل الشيعي بني بناء غير سليم من ناحية فهم حقيقة الإمام ومقامات الإمام العقل الشيعي يعني بمدلولاته التأسيسية أم مجرد الآن العقل العام حتى تأسيسي بالمناسبة وهو إنما عندما تنسب للإمام وأنا قائد طبعا والناس مفكرين على مستوى خلي نقول مو ديني فقط أكاديمي يستنكر يقول هذا غلو من تجي تسأله يقول شين مفهوم الغلو قد أهل البيت مو عندك طبعا مو بتصورك الشخصي طين الغلو قد أهل البيت يسكت لأنه لم يطلع على روايات أهل البيت وفهم أهل البيت أو وصم أهل البيت بفلان غالي فيلعنوه ما يعرفون موطن لأن لماذا وبأي مساحة ربما لرواية معينة نقالها كذبا رواية أو فهم نعم خاطئ الغلوات عند أهل البيت حتى ننطلق لسؤالك مو حوم الإمام الغلوات اللي نسبوا إلى الإمام علم الغيب والخالقية وتغيير القوانين الكون وغيرها الإمام ما لعنهم لهذا السبب نحن هذه الملاكات حبان الله بها نحن مشية الله نحن إرادة الله منزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم فنحن هذه القوانين الله أعطانا قدر على تغيير وهذا غسر سأشير له بالقرآن حتى لا يستغرب العقل العام لكن أين الخلل صار عندنا وصم الإمام الغلات لأنهم قالوا أنتم الله هنا مفردة اللعن استحقت هذه القضية لأنهم عندما يقولوا للإمام أنت الله فالإمام جسم حادث نعم فهنا أحدثوا أو تحولت الذات الإله إلى حادث والحادث دليل على أنه مخلوق فهنا لك خالق للذات الإله فهنا فهنا مساحة اللعن وليس ما نسبه للإمام من مقامات المقامات سليمة الإمام وموافقة عليه قال هذا حقنا هذا حبان الله به بل الخطورة الأكبر استاذ مرتضى اليوم العقل الشيعي في هذه الزاوية وهو في رواية للإمام مع المفضل بن عمر نعم المفضل من أصحاب سر الإمام صاحب الهليجة أحسنت كما أن سلمان باب سر أمير المؤمنين صلى الله عليه نعم وميثم التمار مع الحسن والحسين باب لكل إمام باب من الأسران لا يحتمله غيره جابر الجعفي كان صاحب سر نعم ما يتحدث بحاليثه إلى أصحاب الإمام الباقر عليه السلام مهما كان مستوهم العلمي لأنهم سينصدمون المفضل حتى التهم بالغلو من هشام وزرارة لأنهم لم يتحملوا علوم نعم المهم أنا من باب إثارة المتلقي حتى يفهم كيف تعاطى مع الأحاديث من يسمعها عن المفضل شوي يركز ممثل جرارة جرارة فقهي هنا عقائدي أنت العقيدة تنزمك يوم القيامة ربما الله يتجاوز عنك بباب الشفاعة أو الرحمة الإلهية تجاوز عن أخطائك الفقهية هذه من حسنات مدرسة الإمام الصادق التخصص بالضبط أما الأخطاء العقائدية فالخطورة هنا خلود أبدي بالنار فسدت العقيدة فسدت كل شيء فالمفضل يتكلم مع الإمام الصادق عن الفرق المنحرفة وهذه المسألة تخصنا ما أنه علاقة بالديانات الأخرى أو المذاهب الأخرى داخل البيت الإسلامي فروال الفرق المنحرفة ومن ضمنها وصل إلى هذا البيت لأنهي الحديث طويل قال يا مفضل الناصبة أعداءكم أنتم موالينا ومحبين وشيعتنا أعداءكم لكم أنتم شيعتنا أعداءكم أنتم شيعتنا نعم والمقصرة أعداءنا أعداء البيت فالمفضل الله يفهم قال لعلك تقصد بالمقصرة هؤلاء يعني اللي خالفهم قال كلا المقصرة تقوم من شيعتنا يؤمنون بولايتنا نعم بالولاية الأطناعش مأصومين ويتبرؤون من فلان وفلان عدهم براءة من أعداءه للبيت أذن أين التقصير أين التقصير هنا بيت القصير اللي هو اليوم جزء كبير من العقل الشيعي مصاب بهذا المرض لذلك لم نجد التوفيق عندنا في لم الكلمة في الرحمة فيما بيننا التشذم على مستوى ليس فقط السياسي حتى الاجتماعي نعم لا وجود لألفة وعلقة ومودة مع أن مشروع الصادق عليه السلام كله مبني على الرحمة وبشكل غريب عجيب يوجب على الشيعي أن يتنازل لأخيه لمستويات يعني تهزك من الداخل نعم قبل ما أنتقل لهذا لأن المسألة الشيء يأخذ شيء نعم حتى يعني أولم بالتقصير هؤلاء المقصرة أي بالضبط المقصرة الساعة قائدية بعدين نحجح التقصير الأخلاقي فيما بيننا فقل لها أولاء جاءوا إلى ما حبان الله به من مقامات علم الغيب وغيرها فأماطوها عنا دفعوها عنا قالوا ما كان هذا لهم إنما هي لله فوقعوا في خطأين خطأ أنه هذه المقامات مقاماتنا وبعدوها عنا برأيهم وعقولهم السادجة نعم ونسبوها إلى الله والله منزه عنها الله فوق الخالقية وفوق الرازقية وفوق كل هذه الصفاء نعم نحن ما فاهمين حقيقة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن أسماء الله الحسنى نعم من الإمام من يقول لي نحن أسماء الله الحسنى غير توقف تدبر من أسماء الله الحسنى الرازق الخالق الجبار الحي القيوم من مقصود بها هذا النص هذا النص نحن أسماء الله الحسنى لو ولو ليست بفرضية الاحتمالات لا من الواقع نعم كثير من الأكاديميين حملت الشهادات ربما إذا سمع بهذه المقولة يقول هذا غلو نعم هذا غلو هو هذا من الامتداد المقصرة في الوقت الذي حقيقة أنا الذي يعني أستاذنا الفاضل أثرت فيه قضية أنه هذا الأستاذ الأكاديمي أو المثقف الأكاديمي وحتى غير الأكاديمي لكنه يرى نفسه مثقفا مثقف قد امتلك زمام المطالع لبعض المؤلفات يؤمن مثلا إذا جاءته مقولة من فرويد أحسن أو آدلر أو نيتشي أو مولتيقة أو أنجلس يأخذ بها لكن حينما يصل الأمر إلى موروثي الإمام الصادق إلى نص الإيمان أو حتى نص القرآن الكريم حتى نص القرآن نعم يقف يقول هناك مشكلة يشكل أحسن نعم مثل ما محمد شحرور اليوم أنتجنا قراءات خاصة بها نعم وتلقاههم مخبوصين بإيلاكاديميين وشون عنده مشروع تجديدي من قال لك تجديد على أي أساس من قال لك هل رجعت إلى المعيار الذي تركته السماء ليهما محمد وآله محمد يجي هما الثقلين والمتواتر المعرفي ثابت عند جميع الطواف أني تارك فيكم ما أنتم مسكتم بيش كتاب الله هما المعيار نعم ترجعت لهم حتى تعرف أنه هذا المشروع صالح من غير صالح شلون تجي تسبق محمد وآله محمد وتضع ناس ليس لهم علاقة ولا يكونون شيء أمام محمد وآله محمد في العلوم الحقيقية حتى البشرية في تشخيص صحة هذه المعرفة من غيرها نعم فإحنا هنا عندنا خلل نعم أشار إليه الإمام الصادق في عشرات الأحاديث أستاذ مرتضى الخلل بنا لماذا نحن مع محبتنا للإمام الصادق ولكننا أبعد الناس عن الإمام الصادق ليش للإمام الصادق ندبنا إلى قراءة حاديثهم ما تتقوم رؤانا وأفكارنا وأخلاقنا ومعارفنا إلا بالاطلاع بأحاديثهم يعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم لحاديثنا الإمام الصادق عليه السلام نعم من من عندنا السلاء أكاديمي أنا خلل أروي لك للمتلقي حتى يأخذها كتجربة يلمسها ويعيدها على أي دكتور أو أي متقفل على علوم محمد وآلي محمد بالألفين وعشرة كانت زيارة الإمام الكاظم منتهي يعني يوم خميس يوم جمعة أنا بالمتنبيوية مجموعة من زملائنا دكاترا أكو واحد المفاكرين منه ثقورة بس منضاب حتى عدم الغيبة أنا شنتواقف وستماعتني يقول الإمام الكاظم ما عدا أي مشروع سياسي كان فاشلا في هذا الجانب بدلالة السجن يعني أول شيء عدم التأدب شو الفاشل نعم من أنت حتى تقول الإمام فاشل أم عدم فاشل فاقتربت مننا قلت له فلان أنا يعرف أنه قدتوا مع طول دكاترا وعدكم عوديا ثقافة عالية لعصرنة الدين فيتم انتقرون ويتنقضون موضع للإمام في أي إمام تنقضون بشكل موضوعي لازم تتلملم بالأمور قلت له فالإمام كانوا مؤدد تراث موروث أحاديث قررت أنت كلهن حتى أعرفت أنه ما قدى مشروع سياسي قلت هسان ما طالبك بمسندي الإمام الكاظم ترويدي قريت ترويلي قدام الأخوة دكاترا عشر أحاديث الإمام الكاظم فراد يهرب قال لي لا مو إذا قتل لا تهرب خمس أحاديث أنت هذا استخدمت مفردة الفشل ابتنان على لبما دراسة عميقة أو بالطبع هي هذه السقاطات حقيقة للعقل الشيء نعم 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 من أكاديمي وغير أكاديمي طبما حتى يكون ديني ما قد قراءة تامة أنا أقول العقل المجتمعي لا بس فقلت لخمس أحاديث هم رأيديث هربت إلى حديث واحد محافظ أنا أجي أطاول على إمامي وأتسرع بنقد أسلوبهم أو رواياتهم قديمة لازم نجدد الدين نحن من نكون نحن حتى نجدد الدين ونترك محمد هذا قراءة الخاطئ للنص الصادقي نعم هل أستطيع أن أقول أنه من المجتمع الشيعي وأنه حتى أرجع للقراءة الصادقية لمفهوم الشيعة طبعا لا نقدر نقول لأن هذا الخلل أكو قاصرة ومقصرة القصور هنا تكوين هو بشخص الإنسان ربما يكون الظرف المعاشي ما سمح لأنه يتلقى العلم بصورة حقيقية وينمي هذه البذرة التي هي واجبة على طلب العلم فريضة أهل البيت يقولون الإمام الصادق مو مستحب فريضة هنا عندنا خلال كبير في هذه الفريضة وربما هذا القصور أما التقصير اليوم أنا أشخص أنه العقل الشيع العام يقع في هذا العدوان وليس القصور إذن التطبيق التطبيق فيه مشكلة كبير جدا ولنا وقف مع الإمام الصادق يوم القيامة سيحاسبنا الإمام سيحاسب حتى في قضية الدفاع عن شخصية الإمام أستاذنا حتى في قضية الدفاع المطلوب أن أستخدم أدوات الخصم نعم جنابكم تعرفون جيدا أنه كلما كانت الإحاطة بمفردات الخصم بأسلحته بثقافته يكون الرد أشد جرأة وأكثر وقيعة فيه طبعا هذه التخصصية التي أشرت لها هو أشار أيضا الإمام الصادق عليه السلام لها في حديث عندما جاءه أحد المخالفين نعم وطلب من هشام أن يناظره وكان يونس موجود يونس بعبد الرحمن فقال يونس لو كنت تستطيع المناظرة وعدك هذه الأدوات لا سمحت لكما يقول فتاة يعني تندمت وتألمت جدا نعم أنه أنا ما عندي هذه الصورة كان هشام أفضل هذه المكنة نعم في القراية هنا طبعا الإمام ده شخص يعني مو مسألة عتاب ليونس لا عتاب لنا كلام الإمام على كل كل شخصية شيعية أنت شرطي الآن نقطة مهمة نحن في هذا الجو في سجال مع الآخر سجال فكري زمي ثقافي هذا السجال يحتاج إلى أدوات الأدوات كلها عند الإمام نحن من نبتعد عن هذه الأدوات فنفشل في إيصال أفكارنا بصورة صحيحة أو ربما نجد نفسنا مندحرين أمام الآخر على مستوى التكنولوجيا وغير التكنولوجيا لأننا أصلا ما فاهمين الدين الحقيقي دين أهل البيت حقيقة شنو ما فاهمي استقبل الله أستاذ مرتضى يمكن الآخر هاستاذ يستقبل يقول لي هذا يحشي ترافيات لا تحشيت لي أنه مركزية أو مقامات الإمام الصادق بالقرآن حتى نعرف عندما نقيس كل ما يدور الآن في الكرة ضمن المكتشفات نعم مذهلة خلن سميها للأقل الآن للإنسان راح يشوفها قدام هس القرآن ما يشري لي مو شي حتى كلمة لا شيء كبيرة عندنا الدستور الكوني القرآن وفيه تبيان كل كل استغراج كل شيء بالكون موجود إلى أصل في البحث القرآن يعني في القانون القرآن لكن يحتاج القراءة الحية الواقعية بالضبط المريخ حتى نقرب المفهوم ولا كون متغير متنعم بس أن نقرب الشاهد البسيط المريخ به معادن تمام لولا منوعة ما أحد ما يقدر يقيس المعدن الحديد والنحاس والمغنيس والتمام لولا مستعيلات هس الكراضيية مستعيلة الإمام الصادق يعلم ذلك يعلم ذلك عن طريق القرآن وفيه تبيانا كل شيء التبيان من القرآن لذلك للقرآن قانون خاص ما يفهم اللي يفهم المصطلحات اللغوية ويجي فسر اللغوية الكلمة معناها هدول المفسرين بهذا المنهج منهج أيضا مباين للمنهج الصادقي صلى الله عليه للأسف الشديد هذا الدخول حقيقة يعني البون الكبير من الفكر والمساحة الصادقية وفي قراءة قرآنية حيثما وقفت فأنت تقف أمامها عند ساحل بحر بعيد الغور بعيد المدى وبالتالي الوقت يأخذنا ويسرقنا ونحن لا نشعر حقيقة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لعلنا نكمل إن شاء الله إن كان في العمر البقية في الحلقة القادمة لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم لكم جناب الباحث الإسلامي الأستاذ محمد البخاري على ما تفضلتم به من إفاضات وإضافات ومموضات في هذا البرنامج شكرا جزيلا ولكم أيها الأحبة أنتم مشاهدين الأعزاء مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية على حسن المتابعة والإصغاء حتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صادق الأمم دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر